وزير الخارجية الإسباني يؤكد افتتاح الجمارك بباب سبتة قالت الصحافة الإسبانية أن وزير الخارجية خاص مانويل البريس اليوم الاثنين أكد لرئيس سبتة المحتلة خوان فيفاس أن فتح الجمارك التجارية بباب سبتة سيحدث بشكل واقعي وفق الصحافة الإسبانية فإن رقاء جمع بين رئيس سبتة ووزير الخارجية الإسباني في مدريد لمناقشة عدد من القضايا التي تهم المدينة ومن ضمنها فتح المعبر الجمركي مع المغرب وقالت الصحافة الإسبانية أن وزير الخارجية لم يقدم أي تاريخ محدد لفتح الجمارك مع المغرب لكنه أكد أن ذلك سيحدث حقيقة وكانت إسبانيا قد أعرابت مؤخرا عن تفاؤلها بشأن فتح الجمارك بعدما صرحت سفيرة المغرب في إسبانيا كريمة بن عيش بأن المغرب ملتزم بخارطة الطريق مع إسبانيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر